ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة وقد بحث المجلس عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآخر المستجدات الخاصة بفايروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال هذا وقد ناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى والريف المصري كما تمت متابعة ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام